بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا ما زلنا في انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنغرق في هذه الانوار فماذا فننجو من مساوي انفسنا ونسعد ونبارك ونتهنى ويزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا ابواب الكرم وابواب الجود وفي الحديث وفي المرة السابقة اتكلمنا على ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا اللي ربنا اعطاهله اللي جاي في حديث رسول الله عليه وسلم اللي رواه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احبوا الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجياد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إحنا لما تكلمنا عن هذا الحديث تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا إن الحديث دوت من الخبيئة اللي أخرجها الله سبحانه وتعالى لحضرة النبي إيه اللي حاصل ما كانت الأيام كلها شبه بعضاه لكن لما جي حضرة النبي جيه ومعاه الخير للبشرية كلها جيه وفتح أبواب وخزائن البركة والكرم فربنا سبحانه وتعالى عمل مواسم والمواسم دي في كل حياة الناس بس في بعض الأحيان بتبقى المواسم دي من أهم المواسم خلينا أقول لكم بس في حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم لم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبوا إلى الله من هذه العشرة عايز يقول إليه الحديث آه صحيح فيه نفحات في كل يوم من أيام الحياة ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها أرزاق سعة وبركة ونور وفضل بتكون في كل الأيام بس الأيام العشرة دول حاجة خاصة والمرة اللي فاتت كلمنا إزاي رمضان إيه اللي حاصل ده الفرد اللي ربنا أكرمنا به وأخراجه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من درجة أن حضرت النبي يقول وعطيته خمسا لم يعطوننا في رمضان لم يعطوننا أحد قبلي وهنا بتيجي العشر بقى العشر الأيام الأول من ذي الحجة ويا سلام على الكرم والجمال والرحمة والفتوح اللي بتكون في هذه الأيام العشر موسم من المواسم هبة من الهبات فتح من الفتوح كرم بن كرم مولانا سبحانه وتعالى إحنا بقى وإحنا قاعدين هنا وما ذهبناش للحج هل ممكن نحج بالأبنة؟ آه تعالوا نسمع بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا إيه فقال لنا حضرة النبي إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة خرج مع أصحابه وهم مشيين في الطريق فإلا حاصل؟ فحضرت النبي يقول لهم إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يعني إيه كانوا معكم كانوا معكم في العمل وكان معكم في الأجر وكان معكم في السواب مش كده فإلا حاصل كانوا معكم قال وهم في المدينة يا رسول الله قال وهم في المدينة حبسهم العزر آه دا اللي منعهم العزر اللي منعهم العزر بس قلوبهم مشتاقة قلوبهم طواقة بالله عليكم احنا مش كلنا قلوبنا متعلقة اللي هي التوف بالبيت مش كلنا قلوبنا نفسها تطير ما بين الصفة والمروة مش قلوبنا كلها عايزة تقف بعرفة قلوبنا مش تاقة ان هي ترمي الجمار عشان تتخلص من أذى إبليس قلوبنا كلها محتاجة ان هي تحرم محتاجة ان هي كمان تهدي ومحتاجة تعمل كل المناسك وتنزل في مستالفة وفي ميناء مش تاقيل لكل ده مش تاقيل لكل هذه المنازل الجميلة اللي في كل منزل من منازلها بنحس بكرم ضيافة مولانا ايشي وانا تعبان وانا بتحرك من عرفة لمستالفة لميناء او لمكة انا وماشي بحس ازاي اننا جاي وربنا سبحانه وتعالى غسني فبحس ان انا يا على الخفة ويا مع كتر التعب مع كتر الحركة مع كتر المعاناة انا حاسس ان انا مرتاح قلب تجلى قلب تغسل انا خلاص بقيت مولود جديد يا سلام ايه الحاجات دي احنا عايزين ندوق من ده احنا ممكن ندوق من ده حضرت النبي قال ان اناسا بالمدينة يبقى ايه حاصل ان اناسا بالمصر ان اناسا بالجزائر ان اناسا بالمغرب ان اناسا في كل مكان ان اناسا في كويت في كل مكان في كل ديار المسلمين ايه حاصل حبسهم العزر طب والحباسهم والعذر يعملوا ايه بقى تحج قلوبهم واحنا ممكن نحج بالقلوب انما الاعمال وبالنيات طب نعمل ايه عشان نحج بالبيوت بالقلوب نعمل خمس حاجات ولو بقوا بسبعة يبقوا حاجة لطيفة بس تعالوا نشوفوا الخمسة دول اول حاجة عشان قلبك يحج لازم الحج يكون بالاحرام لازم قلبك يحرم قال لي ايه احط قلبي في في ازار ورداء اقول له لا لابد ان قلبك يحرم يعني لابد ان انت تحرم على قلبك حاجات بس لما تسمع النداء تسمع النداء الله سبحانه وتعالى وبينادي عليك بينادي عليك في كل نفس من انفاسك فيقول ايه بينادي عليك واذن في الناس بالحج فبيأذن عليك بينادي عليك مولاك في كل نفس من انفاسك فتاكد الازان ده مكتوب عليه ونفخت فيه من روحي يبقى ايه اللي حاصل ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه لما يحصل ده بقى تبتدي بقى تحرم تحرم يعني ايه تتجرد من اللي احرم معناه ان تتجرد من المخيط المحيط اللي هو رمز الايه رمز تتجرد من الدنيا وتتجرد من ما اعتدت عليه فإن اللي يحصل فتتشوق الى الله فتخلع تخلع ايه بقى اول حاجة تخلع مخاوفك لما تخلع مخاوفك وانت متشوق الى الله تقبل على الله بالمحبة لما كمان تخلع حولك وقوتك في حياتك اللي بتعيشها تلاقي نفسك قريب من الله لما تتجرد من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى لما تتجرد من التلاتة دول هتحس ان انت في حضرة مولاك وخاصة وانت عندك الكعبة واتعرف الكعبة فين دلوقتي يبقى لازم تتجرد من التلاتة دول تتجرد من ايه من المخاوف انا والله ما فيه ناس بتحج ومعاهم مخاوفهم فبيرجعوا زي ما ذهبوا بس احنا عايزين نتخلص من مخاوفنا ما فيش حد يقدر يوصل لنا ولا يوذينا احنا بلا مخاوف ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انا وليت امري لله فشلت من قلبي مخاوفي واحد يقول لي ده ممكن اه مش انت عايز تقول لبيك اللهم لبيك نادى عليك نادى عليك ان انت تدخل في حماة أليس الله بكاف عبدة ادخل في حماة الأمر التاني ادخل كمان اخلع عن نفسك الحول والقوة اللي انت متوهمة في نفسك فتعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله وتخلع عنك كمان سوء ظنك بالله يعني هو ربنا هيعطيني هو ربنا سبحانه وتعالى نظر إلي فعلا هو ربنا سمع صوتي لا تملأ قلبك بايه انا عند ظني عبدي بيه خلاص كده انت حرمت هتروح تعمل ايه بقى نروح نطوف نروح نطوف ايه ده قال لك ما هو فيه عندنا كعبة احنا عندنا كعبة في جسدنا هو الكعبة ايه اللي خلاها بهذا الجلال قال لك الكعبة بهذا الجلال لأنها محل نظر الله تمان وإيه اللي حاصل والكعبة دي في أم القرى تمانت عندك كمان أم الجسد أم الزات مين أم الزات ده الكعبة الكعبة اللي في جسدك اللي هي القلب مش قلبك ده محل نظر الله فهو يصير كالكعبة فلذلك لازم قلبك تطوف حوالين قلبك لغاية ما يجد مراد الله يبقى تطوف حوالين قلبك لغاية ما قلبك يوصل لمراد المولاك منك وتتاقن أنك محل الآن أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ويساندك وجعل الأقدار دي مأمنك مش خوف ليك وفي ساعتها هتحس أن أنت في حضرة مولاك وساعتها هتحس ومن دخله كان آمنة لما تحس أن أنت في الحضرة في كهف حصن مولاك يبقى افضل شوف مراد مولاك منك إيه ابحث عن الله سبحانه وتعالى في أي شيء يريدك إذا كان الحقيق راحوا عشان يغيروا حياتهم فغير حياتك ودور على مراد مولاك منك شوف أنت متحقق بأن أنت أب ولا لأ شوف أنت متحققة بأن كنت أم ولا لأ دور والأشوات دي أنت بتهرب بها من وحرة نفسك لغاية ما تلاقي مراد ربك لغاية ما تلاقي النور والبركة دور عن ذاتك النورانية دور عن مدد الله اللهم لقلبك طيب خلاص أنا أحرمت وطفت لغاية ما عرفت مراد الله أنا جايز بقى إيه ما جايز ما فيش مدد قال له إزاي اسعى بقى في الحياة واسعى كأنك بتسعى بين الصفة والمروة الصفة والمروة يعني إيه اسعى وإنت عارف أن أنت محل مودة الله ورحمته محل ماذا؟ سيجعل لهم الرحمن وودة أنت محل الود محل الرحمة مش أنت بتسمع مش أنت بتسمع كلام حضرة النبي وهو بيقول في مراوع الرب العزة وبيكلم المخلوقات وهو يعيز تتخلص من ابن آدم يقول لهم لو خلقتموهم لرحمتموهم الله لطيف بعبادي فأنت محل الود ومحل الرحمة فاسعى في الحياة وأنت متيقن أن أنت محل الود والرحمة ساعتها هتبقى طفت بين الصفة والمروة بين المواد والرحمة وأكتر مكان ممكن تطوف فيه وتحس بأن أنت بتطوف بين الصفة والمروة لما تعيش بالمواد والرحمة مع أهل بيتك إيه اللي حاصل؟ أنت مش بتطوف سبع أشواط مش بتسعى سبع أشواط في الصفة والمروة خليك مع أهل بيتك كل يوم تحاول تجدد المواد والرحمة وعندك سبع أيام في الأسبوع وعندك سبع أشواط كل يوم تصر على أنك أنت تجدد المواد والرحمة بين أهل بيتك وهو أتصدق نفسك الأمارة بالسوق اللي قالت لك خلاص مع نفسك الأمارة بالسوق لو كنت في الحج بتقول لك إيه؟ إيه هيفيد المشي يعني في غسل القلب نحن نسعى والرب يرعى نحن نسعى والرب يرعى الرب هو اللي بيرعى قلبي أم القلب بين أسبعين من أصابعه ليه عشان يقلبه يبقى إذن عليك أن أنت تسعى في بيتك بالمواد والرحمة وياك تسدق أن خلاص المسألة انتهت وخلاص الحياة باظت بيننا وبينه لا 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 خالص هذا عبث هذا من كلام النفس الأمارة بالسوق اللي إحنا بنرجوه لما نيجي نرجوه من الشيطان رقم أربعة بقى إحنا كمان عندنا رقم مهم جدا جدا وهو عرف فتعالى نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام العشر دي كل يوم من الأيام العشر تعرف على معنى من معاني جمال الله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل لما تتعرف على معاني جمال الله سبحانه وتعالى تجد قلبك يشرق يعني مثلا النهار ده أنا أقول لكم على معنى لطيف ممكن نتعرف في باقي الأيام العشر على الله منها ايه المعنى اللطيف ده واحدة ييجي يقول لي ما انا ما بعرفش ان انا اتعرف على الله بالجمال ما انا حاسس بالاحداث بالضيئ علي اقول له انت حاسس الاحداث بالضيئ عليك صح وحاسس ان انت مكروب وحاسس ان انت متضايق يا راجل معقولة ما تشوفش الجمال اللي ربنا حطك فيه قال لي ايه الجمال ده انا حياتي مش عارف همشي فيها وانت مش عارف تمشي فيها مش الناس بتظن ان انت مرتاح وانت شايف وانت مليء بالجراح قال لي اه قلت له ده مش من جمال الله قال لي جمال الله فين قلت له في الستر ما انت مستور ستر تعرف النهاردة لله سبحانه وتعالى بجمال الستر وحاول تعيش طول اليوم تتعرف على الله سبحانه وتعالى بيقد ايه هو سترك سترك في نفسك سترك حتى بينك وبين نفسك تخيل كده لو كل واحد فينا بيفتكر كل ساعة وكل لحظة كل المصائب اللي عملها هيعرف يعيش ده ربنا من لطفه سترنا حتى على انفسنا بالنسيان كان نهارا بيض ده معنى مختلف خالص انا كنتش عارفه يبقى ربنا سبحانه وتعالى متلطف فيك يبقى زي ما بيقولوا انه اقف عرفة للتعرف على الله تعالوا نجعل لنا حظ من التعرف على الله سبحانه وتعالى فنتعرف على معاني جمال الله سبحانه وتعالى طيب وايه تاني المعنى الخامس ايه بقى اللي احنا عايزين نشوفه يبقى انا تعرفت على معاني جمال الله نروح بقى حاجة مهمة قوي قوي نرمي الجمارات بقى الجمارات ايه نرمي الجمارات على النفس الامارة بالسوق والشيطان نعمل ايه نكدب نفسنا الامارة بالسوق ونصدق ربنا اصلاحنا كثير من احيان بنعمل العكس بنصدق النفس الامارة بالسوق ونكدب ربنا ييجي واحد اقول له واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيبه دعوة الداعي اذا دعان ييجي يقول لي ايه بس يا مولانا ربنا ما استجابليش انا حاسس ان ربنا محبنيش انا دعيت ربنا والله لسه حد اقيل النهار ده الصبح انا دعيت ربنا في كل مواطن الاجابة وربنا ما استجابليش هو مين اللي قال له ان ربنا ما استجابلوش وعشان كده وهو عنده اضطراب وعنده وسواس ليه عنده اضطراب وعنده وسواس لانه صدق النفس وكذب ربنا سبحانه وتعالى والله ده حقيق واقسم برب العزة وده اللي حصل انه أصدق نفسه وكذب ربنا فاحنا عايزين نرجو من نفسه نكذبها اخسائي انا أصدق الله سبحانه وتعالى استجابلي وحياتها تبقى في الهنم ومش لازم يعني ان حياتي تكون حسب السكريبت حسب السيناريو اللي أنا حطيته لو قلبك عاش بالخمس حاجات دول إيه لا يحصل قلبك حج مع الحجيك الخمس حاجات دولة أول حاجة ان قلبك يحرم يعني ايه قلبك يحرم؟ يعني قلبك يحرم فتحرم على قلبك الخوف وتخلع من على قلبك الخوف وتخلع من قلبك كمان ايه؟ تخلع الخوف وتخلع الحاول والقوة وتخلع كمان سوء الظن بالله بتعملها ازاي دي ببساطة خالص اول ما ييجي على قلبك الشيء قوم واعمله وما تستناش اوعى تستنى انت احرمت خلاص اوعى تستنى الهمة الهمة بتيجي وانت ماشي في الطريق على طول احرم وما تخافش لو ان المحرم جاي يحرم قال لا انا مخايف ما معدرش على الحاج لا بيحرم ويقبل ويقدم يا الله خلعت انت اسواب الخوف تاني حاجة تعمل ايه تطوف يفضل قلبك يبحث عن مراد الله انا دلوقتي بشتغل بنفع الناس لازم اتقن عملي لازم اكون مخلص لازم اسبني من العجز والكسل انا اب لازم ارعى اولادي لازم احميهم لازم اقف في ظهرهم واسندهم تالت حاجة لازم تسعى فتسعى بالمودة والرحمة تسعى وانت متأكد ان ربنا بيدعمك بالمودة والرحمة واكتر مكان ممكن تعمل فيه كده هو بيتك وعندك سبع عشوات يعني سبع ايام في الاسبوع تجدد المودة والرحمة في بيتك وكمان بعد كده رابع حاجة عليك ان انت تتعرف لله وفي الايام الجاية تتعرف الى الله سبحانه وتعالى ويردتي تبقى عادة عندك على طول خير العمل ادوامه وانقل تبقى كل يوم تتعرف على الله سبحانه وتعالى وكيه ساعتها هيبقى عرفات عندك في كل حياتك تتعرف على الله سبحانه وتعالى كل يوم بمعنى من معاني جمال الله سبحانه وتعالى وإذا كنتش لاقي شوف جمال الستر وكمان شوف جمال جبران الخاطر إن أنت تجبر خاطر الناس وآخر حاجة عليك إن أنت ترمي الجمرات ترمي نفسك الأمارة بالسوء والشيطان بإن أنت تكذبهم بإن حياتك ما انتهتش وإن حياتك مش ملك نفسك الأمارة بالسوء ولا ملك الأحداث حياتك ملك الواحد اللطيف بعباده ودايما تصدق مولاك وهو يقول لك الله لطيف بعباده يا رب اجعلنا دايما من أهل حق القلوب ولو ماضت علينا الأيام اجعل قلوبنا على الدوام تحجي إلى بيتك الحرام وتزور سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا يا رب دائما من أهل المحبة ومن أهل اللطف ومن أهل الكرم يا رب العالمين يا أكرم الأكرم